موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد هذا الدرس هو تتم لتمارين التقويم التشخيصي المستوى الرابع المرجع المفيد في الرياضيات السؤال رقم 9 أحدد كتلة التفاحتين لدي ميزان وضعت في الكفة الأولى تفاحتين وفي الكفة الثانية كتل معلمة الكتلة المعلمة الأولى تشير إلى 100 غرام الكتلة المعلمة التانية تشير إلى 50 غرام إذن سأحسب كتلة التفاحتين إذن لحساب كتلة التفاحتين سنجمع الكتلة المعلمة 100 غرام زائد 50 غرام إذن 100 غرام زائد 50 غرام تساوي 150 غرام إذن كتلة التفاحتين هي 150 غرام السؤال العاشر أحول إلى الوحدة المطلوبة إذن 30 هكتو غرام سنحولها إلى الغرام ثم 10 كيلوغرام سنحولها إلى 10 غرام ثم 1000 كيلوغرام سنحولها إلى الطن ثم 8000 هكتوغرام سنحولها إلى القنطار إذن من أجل التحويل إلى الوحدة المطلوبة سنستعينه بجدول الكتلة إذن الوحدة الأساسية لقياس الكتلة هي غرام وأجزاؤه هي 10 غرام والسونتيغرام والميليغرام مضاعفاته الهكتوغرام والكيلوغرام ثم من مضاعفات الكيلوغرام عشرات الكيلوغرام القنطار ثم الطن إذن سنستعين بالجدول لإنجاز التحويلات المطلوبة إذن لدي 30 هكتوغرام سنحولها إلى القرام إذن 30 إذن الوحدة السفر أكتب السفر في خانة الوحدة التي هي الهكتوغرام إذن الهكتوغرام في الجدول وهذه الخانة سأكتب السفر ثم الثلاثة إذن لتحويلها إلى القرام سنضيف الأصفار إلى أن نصل إلى خانة قرام إذن 30 هكتوغرام تساوي 3000 قرام إذن 30 هكتوغرام تساوي 3000 قرام ثم عشر كيلوغرام نحولها إلى ديكا قرام سنكتب السفر لأنه الوحدات في خانة الكيلوغرام إذن خانة الكيلوغرام سنكتب السفر ثم الواحد سنحولها إلى الديكا قرام إذن سنضيف الأصفار إلى أن نصل إلى خانة الديكا قرام إذن 10 كيلوغرام تساوي 1000 ديكا قرام 10 كيلوغرام تساوي 1000 ديكا قرام كذلك لدي 1000 كيلوغرام سنحولها إلى الطن إذن سنكتب الوحدات هذا العدد في هذه الوحدة أي الكيلوغرام إذن سفر ثم سفر ثم سفر ثم واحد إذن لتحويله إلى الطن سنحذف هذه المرة الأصفار إلى أن نصل إلى خانة الطن نحذف السفر الثاني سفر الثاني ثم السفر الثالث حازن ثم إلى أن نصل إلى الطن إذن 1000 كيلوغرام يساوي 1 طن 1000 كيلوغرام يساوي 1 طن ثم التحويل الأخير 8000 هكتوغرام نحولها إلى القنطار إذن سنكتب السفر وحدات في خانة الوحدة التي هي الهكتوغرام إذن الهكتوغرام نكتب السفر ثم السفر ثم السفر ثم الثمانية إذن سنحذف الأصفار إلى أن نصل إلى القنطار إذن 8000 هكتوغرام تساوي 8 قنطار 8000 هكتوغرام تساوي 8 قنطار السؤال الحادي العشار أحسب ما يلي إذن لدي وحدات قياس السياة هذه وحدات قياسها تستعمل لقياس السوائل مثلا الماء والزيت و السوائل الذي ألف ميلي لتر سأحولها إلى اللتر ثم مئتان س habe sultiémie لتر سأحولها إلى اللتر ثم 20 ديسيلتر و 50 ميلي لتر سأحولها إلى السنتيلتر ثم 7000 ميلي لتر سأحولها إلى اللتر إذن لإنجاز التحويلات سنستعينه بجدول قياس السعة إذن لنقرأ هذا الجدول إذن الوحدة الأساسية لقياس السعة هي الليتر ونرمز لها بل أجزاء الليتر هي الديسيليتر والسونتيليتر والميليليتر ثم مضاعفات الليتر الديكاليتر والهكتوليتر إذن سنقوم بالإستعانة بالجدول لإنجاز هذه التحويلات إذن في التحويل الأول لدي ألف ميليليتر سأحوله إلى الليتر إذن سأكتب السفر الوحدات في خانة الوحدة أي في خانة الميليليتر إذن سفر ثم سفر ثم سفر ثم واحد سأحوله إلى الليتر إذن هذا هي خانة الليتر إذن سأقوم بحذف الأصفار إلى أن أصل إلى خانة الليتر إذن تبقى لي واحد ليتر إذن ألف ميليليتر يساوي واحد ليتر ثم مئتان سنتيليتر سأحولها إلى الليتر إذن سأكتب الوحدات السفر في خانة الوحدة في خانة السنتيليتر إذن أكتب السفر ثم السفر ثم الاثنان إذن سنحولها إلى الليتر سأحذف الأصفار إلى أن أصل إلى خانة الليتر إذن مئتان سنتيليتر تساوي اثنان ليتر ثم التحويل الموالي لدي 20 ديسيليتر وخمسون ميليليتر سنحولها إلى السنتيليتر إذن سنكتب العدد الأول وخمسون ميليليتر سأكتب السفر في خانة الميليليتر لأنه الوحدات ثم الخمسة يلي سأكتب العدد 22 ديسيليتر في الجدول سأكتب السفر في خانة الديسيليتر هذا هو الديسيليتر سأكتب السفر ثم الاثنان سنحول هذا العدد إلى السنتيليتر إذن هذه هي خانة السنتيليتر سأحذف السفر إذن 20 ديسيليتر وخمسون ميليليليتر تساوي مئتان وخمسة سنتيليتر ثم العدد الأخير أو التحويل الأخير سبعة آلاف ميليليليتر سنحولها إلى الليتر إذن سأكتب الوحدات في خانة الوحدة إذن سفر ثم سفر ثم سفر ثم سبعة إذن سأحذف الأصفار إلى أن أصل إلى خانة الليتر إذن سبعة آلاف ميليليليتر تساوي سبعة ليتر سبعة آلاف ميليليليتر تساوي سبعة ليتر التمرين الثاني عشر أرتب الأوعية التالية من الأصغر سعة إلى أكبر سعة بكتابة الأرقام من واحد إلى أربعة إذن لدي أوعية الوياء الأول سعته خمسون سنتيليتر ثم الوياء الثاني خمسة وسبعون سنتيليتر الوياء الثالث إثناني ليتر ثم الوياء الأخير واحد ليتر إذن سنرتب هذه الأوعية من الأصغر إلى الأكبر وذلك بالاستعانة بالجدول إذن ماذا سنقوم أول شيء سنحول كل هذه الآدات إلى نفس الوحدة إذن نبدأ سنحول هذه الآدات إلى الصنتيليتر لدي خمسون سنتيليتر سأكتبها في الجدول إذن سأكتب السافر في خانة السنتيليتر سافر ثم خمسة ثم العدد الثاني خمسة وسبعون سنتيليتر سأكتب الخمسة لأنها الوحدات في الوحدة في السنتيليتر في خانة السنتيليتر سأكتب الخمسة ثم السبع ثم إثنان لتر سأكتب الاثنان في خانة اللتر ثم أحولها إلى السونتي لتر سأضيف الأصفار ثم واحد لتر سأكتب الواحد في خانة اللتر وأحوله إلى السونتي لتر وذلك بإضافة الأصفار إذن اثنان لتر تعطيني مئتان سونتي لتر وواحد لتر يعطيني مئة سونتي لتر إذن الآن يمكننا أن نرتب هذه الأعداد من الأصغر إلى الأكبر إذن أصغر عدد هو خمسون سونتي لتر إذن خمسون سونتي لتر هو أصغر العداد إذن هو يمثل سعة هذا الوعاء إذن رقم واحد ثم يليه خمسة وسبعون سونتي لتر رقم اثنان ثم مئة لتر مئة سونتي لتر التي توافق واحد لتر إذن واحد لتر رقم ثلاثة ثم العدد الأكبر هو مئتاني سونتي لتر الذي يوافق اثنان لتر هو الأكثر أو الأكبر سعة إذن سندعو الرقم أربعة سؤال رقم ثلاثة أقيس الأطوال الأقلام التالية وأرتبها من الأقصر إلى الأطول إذن سنستعين بالمستر لقياس أطوال هذه الأقلام ثم نرتبها من الأقصر إلى الأطول إذن القلم الأقصر هو القلم الأخضر القلم أخضر نضع رقم واحد يليه القلم الأصفر رقم اثنان ثم القلم الأزرق رقم ثلاثة ثم الأطول الأقلام هو القلم الأحمر رقم أربعة التمرين رقم أربعة عشر أصل كل بطاقتين لهما الطول نفسه لدي أربعة كيلومتر ثم أربعة متر في الخانات المقابلة لها أربعمائة سنتيمتر أربعة آلاف متر ثم أربعون مليلتر إذن سنقوم بوصل سنصل بين بطاقتين لهما نفسه الطول إذن سنقوم بالتحويلات المطلوبة ثم نصل كل بطاقة بما يناسبها إذن سنستعين بجدول قياس الأطوال إذن الوحدة الأساسية لقياس الأطوال هي المتر أجزاءه الدسيمتر والسنتيمتر والمليمتر ثم مضاعفاته الدكامتر والهيكتومتر والكيلومتر إذن سنبدأ بتحويل أربعة كيلومتر إذن سأكتب أربعة في خانة الكيلومتر ثم سأضيف الصفر إذن أربعون هكتومتر ليس لدي هنا أربعون هكتومتر نضيف الصفر الثاني أربعمائة ديكامتر ليس لدي أربعون أربعمائة ديكامتر نضيف الصفر الثالث تساوي أربعة آلاف متر إذن لدي أربعة آلاف متر إذن أربعة كيلومتر يوافقها أربعة آلاف متر إذن سنسيلها بسهمين أربعة كيلومتر تساوي أو توافقها أربعة آلاف متر ثم ننتقل إلى العدد الثاني أربعة متر سنكتب أربعة في خانة المتر ونضيف الصفر إذن أعطتنا أربعون ديكامتر ليس لدي أربعون ديكامتر نضيف الصفر الثاني أربعمائة سنتيمتر تلدي أربعمائة سنتيمتر إذن أربعة متر يوافقها أو تساوي أربعمائة سنتيمتر إذن سنسيله أربعة متر بأربعمائة سنتيمتر السؤال الخامس عشر ألاحظ الرسمة وأكتب بالأرقام الساعة التي يشير إليها العقربان إذن لدي ساعة تتوفى ذات عقارب سنكتب بالأرقام ما تشير إليه هذه الساعة إذن لقراءة هذه الساعة ذات العقارب إذن نلاحظ أن هناك عقربين عقرب قصير بالأزرق يشير إلى الساعة وعقرب طويل يشير إلى الدقائق إذن لقراءة الساعة نقرأ العدد الذي يشير إليه العقرب الصغير الأزرق إذن العاشرة إذن يشير إلى الرقم عشر إذن نقول العاشرة ثم لقراءة الدقائق نلاحظ العدد الذي يشير إليه العقرب الأحمر الطويل ونضربه في خمسة إذن يشير إلى العدد إثنان خمسة في إثنان تساوي عشرة إذن يشير إلى عشرة دقائق إذن لقراءة إذن تشير هذه الساعة إلى الساعة العاشرة وعشرة دقائق السؤال رقم 16 أرسم عقربي الساعة حسب ما تشير إليه الساعة الرقمية إذن لدي ساعة رقمية تشير إلى الثامنة وثلاثون دقيقة سنمثل هذه الساعة الرقمية على الساعة ذات عقارب إذن بإضافة عقربي الساعة أي بإضافة عقرب الساعات الذي يشير إلى الساعات والعقرب الذي يشير إلى الدقائق إذن لتمثيل الساعة إذن الساعة تشير إلى الساعة الثامنة إذن سنمثل بعقرب قصير سهما أو عقرب يشير يتجه إلى العدد الثمانية ثم ثلاثون دقيقة خمسة لخمسة عشرة خمسة عشر عشرون خمسة وعشرون ثلاثون إذن سهم أو عقرب طويل يشير إلى السادسة السؤال السابع عشر أكمل بما يناسب إذن لدي سبعة آلاف وتمانمائة وواحد وتسعون سنفكك هذا العدد إلى كتابة جمعية آلاف ثم المئات ثم العشرات ثم الوحدات في المثال الثاني لديك عدد مفكك سنحاول تجميعه وكتابة العدد الموافق له سبعة آلاف زائد تمانمائة زائد تسعون زائد واحد سبعة آلاف وتمانمائة وواحد وتسعون تساوي سبعة آلاف زائد تمانمائة زائد تسعون زائد واحد ثم الكتابة الجمعية المغالية خمسة آلاف زائد أربعمائة زائد سبعون زائد تسعون إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا